ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة خبرة شخصية ولاحك بني وبين نفسك ده يوعد ماذا وجدت أيها المرأة في السيد المسيح لما تتقابل معاه على طول يغير قلبك هاي فعلا يعني سأل محير الواحد ايه اللي وجدت في ربنا ايه اللي خليها في الحال يقول لك ترغت كل شيء وتبعته يا حبائي السيد المسيح هو المخلص السيد المسيح هو الفادي وانسى ان الواحد يتتقابل معاه لازم يحصل تغيير في القلب لازم يحصل تغيير في الفكر لازم يحصل تغيير في الحياة فريد كل واحد يسأل نفسه انا بداية الصيام والسيام الهدف ان انا اتقرب لربنا هالربنا لمس قلبه ولا لا ولا اوع اكون انا ساعات سمحوني في الكلمة كنت بقول لبعض الشباب احنا سمتايميز لمدة شهرين انما الهدف هو هدف ايه هدف روحي مش بس تشينج نوع الاكل ولكن تشينج القلب نفسه والفكر نفسه وزي ما كنت قلت ممكن في بعض اجتماعاتي اني تلات حاجات سيدنا بابا قال عليهم مهم جدا تحارب خطية مهم جدا تفكر في فضيلة تاخدها في فترة السيام مهي جدا ان يكون عندك شهوة ايه روحية انجيل النهاردة حبائي فيه دروس كتيرة جدا الواحد قاعد بيتأمل في الانجيل كله بتلاقي فيه الحديث العجيب او اللقاء العجيب وده النوطة اللي انا هركز معاك فيها النهاردة هو لقاء السيد المسيح مع ايه مع المرأة السمرية لما بيقول وكان لابد ان يكتاز له السمرية في هذا الانجيل برضه بتلاقي جمال جدا ان العطية هو بيقول لها ديني اشرب وهي مش عارفة مين اللي بيتكلمها قال لها ده انت لو تعرفي مين اللي بيتكلمك لأ انت طلبت منه وعطاك ايه الماء الحي فطلبت منه وقلت له طيب ديني الماء الحي قال لها لا لا فيه شرط اساسي عشان تاخد الماء الحي لازم تقدم ايه توبة وديه شرطي لنا عشان الواحد يتناول يكون مستحق لازم يكون ايه تايب وعايش حيات التوبة يريت قبل التناول النهاردة يرفع قلبك وارفع فكرة قولي يا رب ما فيش وقت قابلك باعترافي بس تتوبني يا ربي يسوى المسيح قال لها الشرط انك عشان تاخد الماء الحي روح ايتي لي جوزك قال لها جوزم ايه ليس لزوج قال لها بالحق ايه قلت والسيد المسيح يمكن بيورينا للأباء في الاعتراف ساعة الواحد دي دقق المهم من القلب يكون ايه تايب لربنا تالت درس في النهاردة الامل ازاي هذه المرأة دي عايشة في الخطية والسيد المسيح قبلها وقبل توبتها رابع درس طريقة العبادة هي بتفكر العبادة عندها سامحوني في الكلمة في بعض الاحيان العبادة عندنا شكليات هو المكان قال لها لا 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 الجبل دا ولا الجبل دا ولكن ايه الله روح والذين يعبدونه ايه يعني بالروح والايه والحق بالروح يعني بالقلب والحق يعني بايه بكلمة ربنا وبعد كده بدأ جمال الكصة تزيد واللقاء الجميل يزيد فقالت له ارى انك ايه نبيا شافت في المسيح حاجة حلوة شافت في المسيح ان هو شخص مختلف شافت في المسيح ان هو فعلا ممكن يغيرها فبدأت بقى ان هي ايه تسأله سؤال وبعد ما سألته السؤال ابقنا ساجد في البلية شرح لها العبادة فبعد كده ايه راحت وقالت له ارى ايه قالت له ايه في المسيح جاي فقال له انا هو فبدأ النقطة الديح بقي الاختبار الشخصي الاختبار الشخصي والشهادة بعد كده ما تلامست معاه خارجت هذه المرأة وتقول له كل الناس تعالوا انسان قال ليه كل ما ايه ما فعلت تعالوا انظروا فرحت المرأة دي رجعت ايه بلد باكملها فرجع روع البلد وبعد ما رجعت البلد دي كلها رجعوا للمرأة عايز اقولك على حاجة مش بكلامك انت بس احنا توبنا ولكن احنا رأينا وايه ولمسنا ويريت كل واحد بيننا في الصيام هل رأيت المسيح ولمست المسيح لسه بتسمع المسيح لسه بتسمع منه من كل الناس ولا ليك لقاء شخصي البابا شنودة كان عبارة جميلة جدا قال انا احب المسيح واعرف المسيح مش بس اللي قريت عنه في الكتاب المقدس ولا مش بس اللي انا سمعت عنه ولكن اختبرته ووجدت فيه ايه اكثر ما قرأته اكثر ما اسمعت عنه فيريت النهاردة نفكر كده هذا اللقاء العجيب احب اتكلم معاكم زي ما قلتوله كل اللقاء العجيب والسيد المسيح بيعلمنا حاجة مهمة جدا في النهاردة اللقاء العجيب انا كنت بعرم مقالة بالانجليزي كميلة جدا بتقول هو عارف يكون نكت كويس جدا مع كل واحد عارف يلمس كل كلب واحد عارف يتقابل مع كل واحد ولما تقابل معها كده بيعلمنا ازاي احنا ايه في لقاءنا والحديث مع بعض ازاي نكون جنتل مع بعض ازاي الواحد يكون ايه يعمل حاجة common ground وهو بيتكلم لقى المرأة جاية جاي عايزة مية قال لها تكلم معها عن ايه عن المية وحول الحديث عن ماء الحي وبعد كده المرأة تقابلت معه المرأة تغيرت وبعد كده صارت ايه صارت مبشرة ودي بسالة لكل واحد مننا يا حباي احنا كمسحيين مش بس اوعى تكون واقف انك مسيحي لدي ان تكون مبشر هي تقابلت معاه وبعد ما تقابلت معاه خرجت وقالت ايه تعال انظره انسان كل لي كل ما فعلت الواحد يقول طب ازاي يبوني اكون مبشر ازاي انا اروح اجيب كده وقدس ومشيله وامسك وخبط على كل بيت اكتر شيء تشهد للمسيح به هو باعمالك الانجيل بيقول لياروا اعمالكم الحسنة فيمجدوا اباكم الذي في السماوات ياريت وعصام يجري منك بسرعة كده وانك انت لسه ما تقابلتش معاه اللقاء العجيب يا ابا اللقاء الحلو جدا المرأة على فكرة في الحديث كانت مشاكسة جدا مع ربنا مش كده يعني هي تسأله وتتشاكسة في الكلام وتتشالنجين في الكلام ولكن ربنا كان ايه دايما بسيط وبتعامل معها بكل حنية وبكل حب وبالتالي هزي المرأة تغيرت لقاءات كتيرة جدا للسيد المسيح في الكتاب المقدس اذكر منها واحدة ولا اتنين او تلاتة نفتكر لقاءه مع زكا عند الشجرة وازاي لما لقى في زكا ارادة وويل ان هو يقابل ربنا يتكن في زكا فيه كتير ان هو يتقبل مع ربنا ربنا قال له انزل يا زكا اليوم اكون ايه في بيتك ربنا عايز كل واحد يؤمن النهاردة انزل نفسي ادخل قلبك النهاردة هانا واقف على الباب ايه اقرع انفتح ليه احد ادخل وايه وتعشى ما واصن عليه منزلا فيه لقاء تاني لقاء عند الجبابة اللي هو لقاءه مع لاوي العشار وازاي لقاء لما تقابل مع لاوي اتغير لاوي الشارع ايه وصار احد تلميذ السيد المسيح لقاءه مع المرأة الخطئة في بيت الفرريسي هو دخل بيت الفرريسي والفرريسي اللي دعاه وكتير جدا ندعي ربنا وندعي ربنا يدخل قلوبنا وتبص لقاء الاخر يستفاد واحنا ما نستفادش حاجة هو دخل بيت الفرريسي وللأسف الفرريسي في اخر لقاء لم يستفد اي شيء من ربنا والمرأة اللي دخلت المرأة الخطأة استفادت بي وصار لها إيه خلاصا لقاء جميل برضو لقاءه مع شاول الترسوس في طريقه وهو يضطهد كنيسة الله وقال له شاول شاول لماذا تضطهدني فربنا يا حبائي نفسه يكون إيه يقولك هل لما نتحاج يقول إيه يقولها الرب إن كانت خطياكم كثيرة جدا سوف يخمرها الرب تعال النار دا عايز ربنا يتقابل معاك قبل ما تقابل زي ما تقابل معنا الصمرية وغير قلبك في نشيد الأنشاد يا حبائي في عبارة جميلة جدا بيقولها جست اللي هو الآية القبل الأخيرة في آخر سفر في سفر نشيد الأنشاد أصح 8 عدد 13 بيقول أيتها الجالسة في الجنات أنت أيها النفس الجالسة في الجنات والأصحاب يسمعون صوتك فاسمعيني أنت اللي قاعد تتسهر مع أصحابك أو اللي قاعد تتسهر مع أصحابك كل ليلة طبعني نفسي أسمع صوتك قاعد طول الوقت بتقضيع التلفزيون طبعني نفسي أسمع صوتك قاعد تحكي مع الناس طبعني نسمع صوتك قاعد تحكي في أي موضوع طبعني نفسي أسمع أي صوتك بيقولها أيتها الجميلة والسيدة وأن هنا في سفر النشيد بينظر لكل نفس أنها نفس جميلة المرأة الخطئة كان الكل عارف عنها أنها إيه المرأة الخطئة ولكن السيدة المسيح نظر لها وقال لها إيه أنت ممكن يجي منك وصارت هذه المرأة قديسة النهاردة الساميرية اللي عايشها مع واحد بيسيك لمسجوزها امرأة خطئة صارت إيه أول وحدة تبشر بالسيدة المسيح فالنهاردة يا حبائي لقاء في نص الصيام كده عدى النص وقعد ثلاثة أسابيع ونبدأ بها زبال إيه عايز يقول ربنا ينوت أنا عايزة تقبل معاكو بقى كفاية بقى الصوم كده عن إيه عن الأكل أنا عايزة الصوم الروحي اللي فيه الإنسان يقدم نفسه زبيحة حية عن ربنا إزاي الواحد يزلي نفسه وقول ربنا عايزة أتحبك إزاي الواحد يدخل مقدعه بالليل كده يقول لان أرى النوم مش هدي لعناي نوم لغير لما أتكلم معاك ربنا نفس الصوم ده يغير قلبي نفس الصوم ده يكون عندي زي ما كان عند المرأة الخطئة المرأة السامرية بتتكلم باختبار تعالوا انظروا إنسان كان إيه كل ما فعلت فهل لك انت اختبار مع ربنا ولا لا هل فعلا لك لقاء شخص معاه بيدور عليك ويبحث عنك ويقول لك أياتها الجميلة في الجنات الأصحاب يسمعون صوتك فاسمعيني نفسي قوي أن أنا أسمح صوتك نفسي ربنا قوي يسمح صوتك النهاردة والنهاردة لما تروح البيت بالليل اكفل بابك كده قولي رب أنا سمعت من نارت عايزة تسمع صوتك طبنا هتكلم معاك صدقوني زي ما أقول كده أدخل قلبك ويبقى في شركة مع ربنا وتبقى في فرح وسلام مش ممكن أبدا حد ينزعه منك أعيز تبشر بربنا ربنا عايز يسمع صوتك ده نشيد الأنشاد برضو في عادة اتنين الصح عشر ويقول عبارة جميلة جدا بيلي قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي أنت يا نفسي يا بشرية ياللي نيمة ياللي مش قادر تصلي ياللي مش قادر تصوم صوم حقيقي ياللي بيدعا ربنا قومي تعالي تعالي اتبعيني أنا نفسي قوي أصب يقولك شهوتي في الإنسان فربنا يا حباء النهاردة هو لقاع عجيب جدا جدا المرأة اللي هي الخاطئة المرأة اللي بعيدة عن ربنا عايز ربنا اتقابل معاها وقال لها أنا نفسي أغيرك فالنهاردة بيدور على كل قلب لو قلبك كده بعيد عن ربنا لو قلبك فيه أي خطيئة بتبعتك عن ربنا بيقول أنا زي ما تقابلت مع المرأة السمرية أنا عايز أتقابل معاك نفسي أغير قلبك أياتها الجالسة بين النساء اسمعيني صوتك ساعة الواحد في القعدة الكلام يزيت والكلام يعمل قل لها لا كفاية الكلام بقى أنا نفسي أسمع صوتك أنت يعني تخيل كده ربنا بيقول حبيبي لي وأنا له ده بيقول كده إيه شماله تحت إيه تحت رأسه ويمينته عنك لانتعرف لما الواحد يكون عنده ابنه ولا الطفل ماسكوا إيده الشمال وديل يمين كده إيه ربطه كده فالسيد المسيح النهاردة أعتشال لكل نفس بشرية حبائي بيقول لها نفسي ديك الماء الحي اللي من خلاله مش ممكن أبداً تعتش لأن كل من يشرب من هذا الماء يعطش وكل من يشرب من الماء الذي يعطيها الرب سدوني كلنا جربنا هذا الاختبار مهما يكون عندك تقول عايز تاني الواحد عنده بيت يقول لك عايزة قبر البيت وعايزة عمل الدشن عنده عربية يقول لك عايزة تزود العربية عنده وعنده وعنده كل يوم بيلف في دوامة وفي الآخر خالص يقول له إيه في يوم الهام يا غابي فاليوم يا حبائي يوم خلاص الوقت وقت مكبول إن سمعتم صوته فإيه فلا تقصوا قلوبكم يريد النهاردة نقول يا رب عايزيني الماء الحي بس لما المرأة السمرية في هذا اللي قال عجيب هو الأول بدأ بالحديث يقول لها الدين المية انتهت بالحديث إنه هو إيه تقول له لا الدينة إنت المية بقى شوفوا الجمال هو بدأ إيه هو إنشيات الحديث يقول له أنا عايز منك أشرب انتهى الحديث إنه بتقول له طب إيه أنا لا أنا لا عايز أشرب حط شرط كبير جدا جدا عشان يطيها هذا الماء قال لها اذهبي وإيه زوجك فقال لها السيد المسيح قال لها كده يا سيدي قالت المرأة يا سيدي أعطيني هذا الماء لكي أعطش ولكي لأتي إيه أشرب فلما قالت له ليس ليه زوج السيد المسيح اللي هاي حسنا قلتي ممكن السيد المسيح بتأمل بسيط كده عايز يحطه شرط أساسي قبل ما يديه هذا الماء الحي قبل ما تكتشف إنه هو المخلص لازم تكون مقدمة توبة والتوبة البسيطة دي هي فعلا ما علنتش بالتوبة إن هي قالت له خطاياها زي الإبن الضال ولكن ايه اعترفت باللي هي عايش معاها ده مش جزها فقال لها أنا يا نوت هاخد دهك عطراف ربنا بسيط ربنا حلو ربنا عايزك أيها الجالسة بين النساء ايه اسمعيني صوتك أيها الجالس في الجنات اسمعيني صوتك فقال لها خلاص أنا هاخد ده إنه هو ايه ده عطراف ليكي وغير هذه المرأة وحط الشرط ده إنه لازم شرط أساسي عشان الواحد يتقابل مع ربنا لازم يكون ايه مقدم توبة وعيش ربنا والتوبة يا حبائي هي ثيم بتاع الصوم الكبير يعني الصوم الكبير كله بيركز في حاجة واحدة بس التوبة واسمعته اللحنة الجميلة اللي من اسمعته دلوقتي اللي هو اللحنة أبين شويس اللي بيقول في ايه أخطأتو أخطأتو يا ربي اخفر لي ليس العبد بلا خطيئة ولا سيد بلا ايه فربنا يا حبائي في هذا الصيام بيقول لك تعالى أنا عايز أدخل قلبك بس الشرط عايز شرط واحد أساسي قدم توبة قدم توبة لي قدم توبة وتعالى وتوب ده فيه قصة جميلة جدا في العهد القديم خروج 19 لما السيد المسيح قال كان موسى طول حياته بيتكلم مع ربنا ويقول موسى ان ايه كان يتكلم مع الرب واجها لوجها يعني تخيل كده أنا شايفك واجها لوجها وانت بتشوفيني كان موسى بيتكلم في هذا شايفين بعض وفيه connection بينهم الاتنين عبارة جميلة جدا جدا لما يقولك وكان يتكلم مع الرب ايه واجها لوجها وكان يجي ربنا يتكلم موسى وهو موسى يروح وقول للشعب ربنا عايز كذا وهكذا كان هو ايه ال connection between الشعب و ايه وربنا فجي الشعب تزمر على موسى تلقوها في خروق 19 وقال له احنا برضو عايزين ايه انت عملة تقولنا عربنا احنا عايزين نشوف ربنا او نسمع صوت ربنا فراح موسى ببساطة القلب يكلم ربنا يقول له الشعب عايز يشوفك والشعب عايز يسمع فقال له طب خلاص قلهم انا روح اقابلهم في الجبل وهتلاقي في السحابة وانا بكلمك ويسمعوا يؤمنوا ان انت ايه انا الذي ارسالتك فقال له حاضر يا رب بعد كده ربنا تصل بموسى الزهر بعاته تكس ميسيج او مثلا كلموا مكلمة كده قال له طب فيه شرط كبير جدا جدا عشان هم يشوفوني ويسمعوا الكلام اللي هي في خروج في خروج 19 عدد 15 قال له اذهب الى الشعب وقدسهم اليوم وغدا يعني الواحد ايه لازم يتنقى عشان تشوف ربنا لازم تكون ناقي عشان تشوف ربنا لازم ايه تتقدس وقال له ايه وليخسلوا سيابهم ويكونوا مستعدين خلي بالكوا عبارة يخسلوا سيابهم ما قالش ربنا ما قالش الموسى روح كل واحد يجيب ايه كده فستان جديد او مثلا ليلة الايد الواحد جاي او مثلا لو عنده بدلة بدلة جديدة الواحد يجيبها قال له لا يخسلوا سيابهم وده منظر جميل جدا للتوبة التوبة هي غسل قلب هي غسل قلب قال له روحوا يخسلوا سيابهم ويكونوا ايه مستعدين لانه في اليوم الثالث سوف انزل ينزل الرب امام عيونهم امام جمعية على جبل سينة وفعلا السيد المسيح ربنا مع موسى تكلم معه في وسط السحاب والشعب ارتعب ساعتها فربنا يا حباب يقول شرط اساسي عشان ايه عشان انت ادخل ويبقى في لقاء ليك عشان تاخد الماء الحي ده نفسي في حاجة واحدة بس قدس قدس قلبك وقدس فكرك واخسل سيابك واخسل نفسك واستعالك كده مستعد وتقدم في ريت النهاردة اللي مش تايب واللي مش مقدم توبة خاصة في السيام يقف كده يرفع قلبه فالقداس النهاردة وهنصلي كلنا بقلب واحد كده ويريت الكل يرد بمرد واحد يقول يا رب توبني في ايه في اتوب اهم شيء في السيام يا حباي اوعى ابدا تكسل عن التوبة اوعى تكسل عن التوبة اطلب كده وتعالى وبعد انا عارف بعض منكم ممكن يكون كان الله يناح نفسه حق ابونا الحبيب ابونا بشوي يعني انا هو برضو كان ابدا اعترافي الواحد توصلي صعب او اني شفت ولكن التوبة الاعترافي يا حبائي هو شرط اساسي للدخول زي ما يقول ايه الباب الوحيد ايه للسماء القديس العظيم الانبى انتونيوس قال عبارة جميلة جدا بيقول ايه اطلب التوبة في كل لحظة ولا تدع نفسك للكسل لحظة واحدة كل لحظة في حياتك اطلب التوبة اطلب التوبة في كل لحظة ولا تدعي نفسك للكسل لحظة واحدة والشيخ الروحاني بيقول عبارة جميلة جدا التوبة هي ام الحياة ام الحياة دي كلها هي التوبة وطوبة للذي يولد منها فانه لا يموت هي الحياة نفسها التوبة فبيقول لك التوبة هي أم الحياة والتوبة للذي يولد منها فإيه فلن يرى الموت لأن بالتوبة تأخذ الحياة الأبدية تأخذ الماء الحي ده اللي من خلاله حياة أبدية القديس مرئ إسحاق السريان بيقولي التوبة بكل بساطة إيه يا حبائي قلب منسحق وإحنا دايماً كده في المزمون الخمسين بيقوله القلب المنكسر المتواضع لا يرزله إيه الرب وانسي أنك تنكسر زي ما انكسرت المرأة الخطيئة على رجل المسيح وقعدت كده على ركبها وقدام التوبة قوية جداً جداً حصل خلاص لنفسها بس الشرط الأساسي يا حبائي الحد اللي فات كان حد الإبن الضال النهاردة كان واحد كده طلب من أبوه وبعد عن أبوه النهاردة واحدة عايشة في الخطيئة الأسبوع الجاه تشوفه واحدة واحد كده الخطيئة مخليها إيه مشلول من الخطيئة الأسبوع اللي بعدها تشوفه واحد أعمى من الخطيئة السبت اللي هو سبت العاضر قبل الحد الزعب هتشوفه واحد إيه مات في الخطيئة ولكن المسيح هو القادر عايز النهاردة يعمل لقاء معاك وقل لك تعالى نفسي تقبل معاك بس شايفين يا حبائي فيه حاجة ملحوظة مهمة جداً لما تقدم توبة في الإبن الضال كان الفريق الكبير جداً بينه وبين الإبن الكبير شيء واحد بس أو المرأة الخطيئة والفريسي إن النظر لخطيئته هو بس ومن ينزل لخطاة يستطيع أن يقدم توبة ما بدأش يلوم الآخرين وما بدأش ينزل لخطاة الآخرين الإبن الضال كان مركز حاجة واحدة بس على خطيئة إيه أنا ربنا كده يدينا توبة ويدينا اللقاء العجيب النهاردة ربنا نفسه يلتقي معاك ويقول العبارة الجميلة أياتها الجالسة في الجنات والأصحاب قاعدة كده مع أصحابك وبتكلم كتير جداً يسمعون صوتك هم اللي بيسمعون أصحاب صوتك يقول لك النهاردة للنفس البشرية اسمعيني إيه صوتك هو جيه النهاردة ويكلم من السمرية وسمع صوتها وصارت إيه وصار الحديث الجميل ده خلاص لهذه البشر آخر نقطة يا حباي لازم يقول لك اختبارك الشخص مع هذه زي المرة ربنا يبارك فيكو جميعاً ويدينا فعلاً حياة التوبة الحقيقية اللي من خلالها فعلاً نقول له يا رب إيه توابني في أتوب ونقول له أخطأت هتسمعوا اللحنة دلوقتي هنقول له نردده أخطأت ليس عبد بلا خطيئة ولا سيد بلا غفران والشمامسة بقول له اللحنة ده يريد الكل يقول مع بعض وترفع قلبك كده وغمد هناك وقول له رب إيه توابني في أتوب